للمتابعة ينضم إلينا من موسكو مراسل الغد يوسف بيغار يوسف ما التفاصيل؟ حزمة الخارجية الروسية استدعت سفير النمسا لدى موسكو وجهت له مذكرة احتجاج شديدة اللهجة عن السلوك النمساوية المتمثل في إعلان النمسا في وقت سابق طرد أربعة دبلوماسيين روس من فيينا بتهمة أنهم يمارسون نشاطا لا يتوافق مع الأعراف الدبلوماسية الجانب الروسي قال بأن هذه الاتهامات النمساوية باطلة ولا أساس لها من الصحة وبأن الجانب النمساوي قام بخطوة تقوذ العلاقات بين موسكو وفييننا وفي إطار العمل أو التعامل بالمثل قامت موسكو اليوم بإعلان أربعة دبلوماسيين من الصفارة النمساوية هنا في موسكو بشخصيات غير مرغوب فيها وطالبتهم بضرورة مغادرة الأراضي الروسية قبل الثالث والعشرين من شهر فبراير الجاري موسكو أكدت بأنها تتعامل بالمثل مع كل الدول التي قامت في وقت سابق بطرد الدبلوماسيين الروس بتهم تصفها الخارجية الروسية باطلة وبأنها لا أساس لها من الصحة تتحدث الخارجية الروسية مرة أخرى على تلك الضغوط الممارسة من طرف واشنطن على عدد من دول الاتحاد الأوروبي لطرد الدبلوماسيين الروس وعرقلة النشاط الدبلوماسي في القارة الأوروبية بهدف الضغط أكثر على روسيا سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا ينطلق الجانب الروسي من ضرورة التعامل بالمثل ورد الفعل للرد على أي اتهامات أو أي سلوك يأتي من دول الاتحاد الأوروبي التي تتهم عدد كبير من الدبلوماسيين الروس بأنهم يقومون أو يزاولون النشاطات على أراضي الاتحاد الأوروبي تتنافى مع السلوك الدبلوماسي وهو الأمر الذي ترفضه موسكو بالشدة نعم أشكرك جزيل الشكر مراسل الغد كنت معنا من موسكو يوسف بيقار